بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على أخياء المرسلين وعائري والجميعين بداية أشكر قناة الوستاذ تيفي على المواكبة لها والأنشطة للمقاطعة سيدي بليوت طبعا من خلال قاموا قنظيم 113-11 لكن السعلى إجراء دورات المقاطعات خلال ثلاث دورات في السعنق اليوم وخلال الأسبوع الأول بالضبط من شهر شوتنبير تجري الدورة العادية لمقاطعة سيدي بليوت جدول أعمالها كان حصل في تسادي النقط لفيها نقطة أساسية لا بد أن تكون خلال هذا الدورة وهو الموافقة على سيدي دي اللي هو المخصص المالي المقاطعة سيدي بليوت خلال سنة 2020-2021 النقطة الثانية لدينا فيها عرض ديالمندوب وزارة الصحة حول الوضعية الصحية في تراب المقاطعة خاصة أننا اليوم كان نعيشوا هذا الوباء وكان نعيشوا يعني الآفة ديالو وكان نعيشوا يعني الآثار السلبية على المواطنين فبطبيعة الحال المجلس مقاطعة سيدي بليوت بكل ألوانه السياسية يعني استدعينا المندوب من أجل يوضح لنا يعني ما هي الوضعية التي تعرفها مقاطعة سيدي بليوت الصحية خاصة وأننا في هذه المقاطعة تقريبا عندنا ثلاثة ديال الأماكن خاصة لهذا وباء كوفيد 19 اللي هي المركز والمستشفى الإقليمي مولي يوسف والمستشفى الميداني المعارض الدولي والمستشفى ديال بولي كلينيك لسينيسيس اللي يحتويه كي يحتضن هذا الأنواع من المرضى وطبعا هذا كي يخلي المواطنين كيتسألوا يعني على الوضعية الصحية داخل تراثي المقاطعة ديال سيدي بليوت عندنا النقطة الثالثة وهي الدراسة الموافقة على اتفاقيات مع جمعيات بعض الجمعيات والمنضوية تحتاليها الجامعات الملكية للرياضة وطبعا هذا من أجل يعني تفعيل واحد الجوهرة اللي كتتميز بها مقاطعة ديال سيدي بيوت وهو المركب الرياضي لحبوب بمبارك وما يعرفه سابقا بإستاذ فليب طبعا هذا الملعب هذا وهذا المركب فيه مجموعة من المرافق اللي هي يعني موقوفة التنفيذ لا تعمل وهذا من اللعب العار أن كل مجلس يعني كي يجيك يدوز الولاياتياله بدون ما يكيعمل تشي حاجة لصالح المواطنين وصالح الساكينة من أجل أن هذا المركب هذا يصبح يعني يشتغل وأنه يحتضن الأنشطة الرياضية لصالح للشباب ديال سورة مقاطعة سيدي بيوت اليوم طبعا عندنا فريق الويداد اللي كي يعني عنده عقدة مع المجلس من أجل تسيير مدرسة كورت القدم في معب كورت القدم الخاص في الملعب المركب الرياضي ولكن مع كامل الأسف أن هذا العقدة هذه لم تأتي تمارها ولم تعطي يعني ما كان مرجون منها طبعا الأطفال والشباب ديال مقاطعة سيدي بيوت لا نستفدوش من هاد المدرسة ديال فريق الويداد البيضاوي طبعا الحال لأسباب كثيرة وهي عدم قدرة الويداد على مجارات هذا الملعاب وعلى تسييره واحترام البنود الاتفاقية اللي كانت بين الطرفين بين المقاطعة وبين الويداد المسألة الثانية كيف أقول لكم عندنا جمع من المرافق اللي كيتميز بها هذا المركب الرياضي ولكنها لا تشتغل نحن اليوم نريد أن نديره اتفاقيات مع جمعيات مختصة جمعيات اللي هي تحت لواء الجامعات وخاصة اليوم عندنا التوقيع الاتفاقية بين المقاطعة طبعا والجامعة أولا قبل كل شيء بين الجامعة والمقاطعة ثم جمعيات عندنا جمعيتين جمعية خاصة بالجيدو وجمعية خاصة بالكاراتي هذا الجمعيتين يعني من شأنهم أنهم ينشطوا توراب دي المقاطعة في هاتين الرياضتين الرياضة الكاراتي والرياضة الجيدو طبعا والحاجة اللي كان ستطرع لها دائما وليه في صالح المواطنين أن الاستفادة من هاد الأنشيطة اللي غا تقوم في هذا المركب سوف تكون بالمجان لصالح الأطفال بالمجان يعني أن الاستفادة غيمكن نستفد أي طفل وأي شاب من هذا الرياضة اللي غا تتكلف بها هاتين الجمعيتين هذا صحيح وربما من هذا المنطلق هنا بغينا نعملو على توقيع هاد الاتفاقية نادي نقول لك التراب دي المقاطعة في دي بليوت هو تراب مغلق يقلب عليه الإسمنت والطرق المعبدة ما كانش كثرة الحضائق ونقول لك غياب الملاعب الرياضية في كل الرياضات والقاعات الرياضية مع كامل أسف يعني وأهنئ المقاطعات الأخرى لأن استطعت خلال هاد الولاية هدي أنها يعني تنشأ ملاعب للقرب وقاعات رياضية لك تحسطن رياضات متعددة وهذا الشيء الذي لم يحصل في مقاطعة سيدي بليوت نظرا لقلة العقار ما كانش عدنا عقار ولكن هذا هو السبب لجعلنا أننا كيخصنا ندخلوا المركار الرياضة عرب هونبرك وأننا نفعلوا هاد القاعات اللي كان فيه في هاد الرياضات كيف ذكرتي الشترانشة وعدنا من ضمن الأمور ومن ضمن يعني الرياضات اللي عندنا علاقة مع الجامعة باش أنها تفتح يعني ماشي معقر لها وإنما تفتح يعني هاد الرياضة داخل بتراب دي المقاطعات سيدي بليوت وطبعا احنا كانواكبوا الجمعيات في هذا الإطار هذا خاصة الجمعيات الرياضية النشيطة ومؤخرا كان عندي علاقة أو لقاء مع جمعية الربيع لك تسمعوا بها جمعية الربيع في شارع محمد الخاميس اللي هي جمعية جادة ولكن قلة اليد ذات اليد ما خلتناش أننا يعني نوفروا لهم ما يحتاجون من توفير العقار وتوفير الملعب الملعب اللي يمكنهم يحصاد لهم التداريب ديالهم والملعب اللي يستقبلوا فيه الفراق يعني نعطيها للمجلس المدينة اللي غيدوزها في الليجنة الليجنة الرياضية ويدوزها في الدورة ويتصدق على الدورة بشي ممكن لها تفعل يعني هذا الموضوع مشي يعني احنا اللي كانت تحكموا فيه لان احنا مجرد مقاطعة والمتلكات هي كلها هي ممتلكات ديال جماعة الضال البيضاء وجماعة الضال البيضاء هي اللي خصة توافق على هذا الأمر هذا هلنغن ديرلو الاتفاق المبدئي الاتفاق الأولي هننغن ديرلو في الله هاليوم وهذا النتجة دياله هنعطيها لمجلس المدينة اللي غادي يبرمجها في الدورة المقبلة دورة ديال شهر أكتوبر إن شاء الله ويتعالى وانتمنى باش يعني يتحقق لصالح السكينة ديال تورادي المقاطعة السيدي باليوتر